وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة لليوم المائة وثمانية عشر من العضوان هذا وقد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات في قصف الاحتلال بمناطق متعددة من قطاع غزة في اليوم الثامن عشر بعد المائة من حربه الشاملة على قطاع غزة وصل جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين وممارسة وحشيته المعهودة في نسف المربعات السكنية وهدم البيوت فوق رؤوس ساكنيها تزامنا مع استمرار حصاره للمشافي المتبقية واستهدافه لمبانيها ومرافقها سعيا لإخراجها من الخدمة ويقترب عدد الشهداء الفلسطينيين من 27 ألف شهيد غالبيتهم أطفال ونساء بالإضافة لإصابة 65 ألفا نهيك عن آلاف المفقودين تحت أنقاض البنايات ومع تواطر المجازر بحق المدنيين والتدمير الشامل للأحياء السكنية في غزة يزداد الوضع الإنساني تدهورا وأصبح الوضع كارثيا في مستشفيات خان يونس مما ينذر باستشهاد العديد من الجرح والمصابين نتيجة الاستهداف وعدم توفر الإمكانات الطبية بالإضافة إلى نفاذ الطعام من مجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل وقد ارتقى عدد من الشهداء وأصيب العشرات في قصف الاحتلال الصاروخي والمدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة وتحديدا على حي الرمال وتل الهواء دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لنقلهم إلى مستشفى الشفاء واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أيضا منزلا في المخيم الجديد غرب النصيرات ودير البلح وسط القطاع بينما يتواصل القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الأمل ومحيط جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة لليوم الحادي عشر على التوالي ترجمة نانسي قنقر